إن في خلق السماوات يوجد اختلاف الليل و أدوار لأعيات الليلة للبهبة وش الكون عنده خالق؟ قولي الكون تيوز إن الملايات 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 العطلان كله كان في راس اللي برا ومن دي ساقوص الراس اللي برا غير باش حنا نفهمه هو صغر من راس اللي برا كان عنده لطاية دي لاناتهم دي دغل شنهما هاد الأدلة؟ أول من يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت تارت قلب ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هل استطاع علماء الفيزياء إثبات وجود الله؟ نتوقع بالمؤمنين كان مؤمن تيقول لك أن هاد الكون اللي تيعرف أنا بعد الشي بس في الوصد كده هاد شي كله تيخذع له هاد القوانين رياضية جد 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 معقدة عام 1929 وعشرين بنا في صفع التاف ما كاملش مئة عام غادي يقوم بأكبر اكتشاف علمي إليه ومين هذا؟ تيبلوا من خلال الأبسيرباتواع أن الكون يتمدد دب العلم توصل هادي هادي حقيقة علمية دبعا؟ هادي 1400 عام ما عندولا أبسيرباتواع دي المويلسون ما عندولا سكانها ما عندولا التاليسكوب ما عندولا صواريخ ويقول لك والسماء بنيناها بأيد بالفورصة ذك بالأيدين وإننا لمسيعون لا إله الله أجتنغيجا أقول ما ما شايف ضع واش الكون عنده خالق؟ الخالق كيتصل في الأنبياء كيرسل اليوم سيدنا جبريلو كيقول للأنبياء علموا الناس أن هاد الكون عنده خالق هل استطاع علماء الفيزياء إتبات وجود الله؟ شنا هما هاد الأدلة؟ واش احنا مطالبين نفكره ونقلبه نربطه الاتصال بالخالق دينا أسئلة قد نتناولوها مع ضيف من العيار التقليل مهندس حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة من أكبر جوج الجامعات الأمريكية عالم وباحث في علوم الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم سيد عبد النجيد بن المليح مرحبا بك شكرا سيد أناس برك الله فيك وشكرا لعطيتنا هاد الفرصة باش عود نبرزو العضل من الله سبحانه وتعالى في خلقه أول سؤال لخص الإنسان يطرحوا كيف مكان؟ كان عالم أو معالم كبير صغير؟ أول سؤال هو ما هو الهدف دينا في هذه الحياة؟ لماذا؟ نحن موجودون على سطح هذا المعبور هذا السؤال لم يكن واحد على وجه الأرض يجعلك لا مهندس ولا فلسوف ولا عالم ولا طبيب الوحيد الذي بكله يجعلك على هذا السؤال هو الذي خلقني وخلقك هو الخالق البارئ الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى باش بينا من رحمة دياله صفطنا كما قلت صفطنا أنبياء عبر التاريخ وكل أمات يصفطها وحد رسول وإن من أمة إلا خلافيها نديها وتقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله سبحانه وتعالى صفط رسول الأقوام وتعالى صفطنا معهم براهين ويمكن ليش أن نجيب بين عشية وضحاها ونقول له أنا نبي ننزل عليها الوحيد طبيعة الحالة تقول له شنو البرهان أن الله سبحانه وتعالى صفط مع كل رسول صفط معه الآيات الدليل بأنه نبي والدليل دائما كان مادي ملموس وسيتنسب مع المسائل اللي كانوا ماهرين فيها هذه الأقوام مثلا مع سيدنا صالح عليه السلام قالوا لي لابغيت أن أمنوا بك هات الجبل اللي تتشوف خرجنا منه ناقة وتستعزئوه من ذي قالوا لي وبالله سيتان نعطيك الشرطات هذه النقاة بغين أن النقاة تكون كبيرة وتكون لون ديال هكذا وتكون حامل وفعلا طب الله سبحانه وتعالى وخرجت النقاة من الجبل وما تشوفوها بعينهم تشوفوها من ذي شافوها شنو كان أرد الفئة ديالهم قالوا ما هذا إلا سحر مبين سبحان الله العظيم شافوها بعينه الله سبحانه وتعالى كي يجي باش يربط الاتصال بين احنا العباد دياله كي يختار طريقة هي أنه كي يختار شي واحد مننا من الناس وكي يقول له يعني هذيك شاف الحقيقة الرسول أو نبي راح شاف الحقيقة أنه كي هدر مع الملاك أو أنه كي يصلوا واحد للمستوى وكي يجي وكي يرسلوا للناس وكي يقول لهم شوفوا را هذا الكون هذا را عنده خالق سبحان الله وكي يخصوا الدليل إذن يقول وكل من أمتي وتقول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسِلْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ ليبين له إلى كل عصر عنده الطريقة ديره لكي تبلغ إذن الله تعالى صفت لا تدروش على الرسول كله من الأنبياء أعطيت غير مثال مثل سيدنا عيسى عليه السلام لأنه كانوا ماهرين في الطيب وكذا الله تعالى أعطيت القدرة لكي يحل موسى لكي يبرد إلى آخر سيدنا موسى سيدنا موسى سحرة جاء أكبر معاند وأكبر ملحد وهو فرعون وجاب لهم الآيات وجاب الآيات البينات تقول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا السحر المبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلماً وعلوة بحيث فرعون رأى الشعر وطلع معاه أنه هاتش خرج للعادات هاتش اللي يجاب موسى رأى الدليل ولكن تكبر دياله مبغاش يبين أنه ولهذا دائماً كان رد الفعل ديال الأقوام كلهم تقولوا هذا حيث سحر المبين الله سبحانه وتعالى ستجعلها تشكلها وتقول وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبِ بِهَا الأَوَّلُونَ الله تعالى رأى أخوام كلهم كيف تعملوا تجيب لهم الدليل وتقول لك هذا سحر المبين جاء الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سيصفت آخر الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما سيعطيش الدليل المادي ما سيعطيش الآيات المادية اللي يمكن له وكان بغى الله تعالى سيفت له حاجة يقول الله تعالى فإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعية ماما ولكن استراتيجي يعني الله سبحانه وتعالى أول الله المات والأعناء بغانا وكان بغانا كل شيء آمن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أنتم منه إلا بإذنك كتاب الله تعالى بغانا نبحته لأنه أعطانا واحد المخ أعطانا أكبر شيء في الكون والمخ نبحته ونصل الدليل أنه هناك خالق ونجيوه بحب ماشي بخوف بعده ما يدي هو العباد يدي أنه كل ما ستزيده ونقصه ولكن لنا ما ستزيده أنه rope النس ونقصه أولا حتى الناس ونسي الناس ونصد عصا وشكل آمن اللي شافوا بعينهم أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معاش ومشى إذا خصد دليل يبقى دائما كاين للأجيال اللي ستجيب بسم الله يعني مني كتفكر فهذا المسألة هذه باش كتبسطها إنسان مشاك يطلع على واحد الجبل كي يعبد الله وكي يجي عنده واحد الرسول من عند الله سبحانه وتعالى وكي ينزل عليه القرآن تماما هذه 1400 سنة 1400 سنة سنزل عليه القرآن سيعطيه في القرآن لأن القرآن يحمل في نفس الوقت المنهج يعني شو سيطلعك وفي نفس الوقت عنده دليل كل إعجاز الإعجاز البلاغي الإعجاز اللغوي جميع إعجاز العلمي وزيد وزيد فيه تدسل إعجاز وفي نفس الوقت المنهج لن نغل أغير في اللغة مثلا في اللغة سننسبوه رغم أن هذا القرآن سننزل سننزل على قريش وقريش كذلك كانوا مشهورين مشهورين باللغة يعني عندهم حتى الميزان ليس يقولوا فلان عنده واحدة مرتبة عارية في المجتمع على حسب اللغة دياله كانوا تيلفو الشيع وتسمون المعلقات واللي علق أحسن وحدة تعالقوها في الكعبات تسمى المعلقات إذن كانوا تيلعبوا باللغة بحالة تيلعبوا لقلوب شوية أو بلططموا سيصفت لهم منهم القوم دياله إنسان اللي عاش معهم بربعين عام وربعين عام وتيتكلم اللغة ديالهم عادية بحالة تنظر أمي وشاهدين أنه أمي وعاش معهم وكنت يعرفوا أن الأخلاق دياله كانت يعني حاجة خارجة للعادة المعاملة كانت يسميه الأمين حيث قوت التقى اللي عندهم صلى الله عليه وسلم سيصفت الله سبحانه وتعالى سيبدأ يتكلم بأحد اللغة اللي يبدأ على أهل دياله حيث يقوله وش هذا الشعر ما هو بشاعر وش هذا ما هو لجع هذا قرآن هذا جديد إذن سيبدأ يعطيه من إعجاز في اللغة دياله في اللغة سيشيبه بأنها لا يمكن الحرب المغيرة اللي يمشى عند النبي صلى الله عليه وسلم وبغا يعجزوا باش يقول وان يرجع عندهم خلوه بشير خارج اللغة يعني رأي شي يعني أول إعجازها بطلبية في ذاك اللغة هو اللغة لأنهما ما كانش ربما عندهم الإمكانيات يفهموا الإعجازات الأخرى اللي ربما يلا كان نفهمه إحنا وبقيم إحنا ويلو ما زلت إحنا عقب شوية لأن كل عصر تعطي الله سبحانه وتعالى قد الاحتياجات سبحان الله إحنا نقول تنفهمه ولكن يا من يدعي للعلم معرفة علمتا شيئا وغابت عنك أشياء مش هلزيني ماذا عنا اللغة يعني مشيغي لغزة أو جوجة بزاف اللي ما زال ما عرفناه وخصطان نتسلنا ويمكن الأجيال اللي غد غد سيبها ودائما غد يتبت بأن القرآن حق سبحان الله هذا هو المهم غد ينصيبه في القرآن على حسب العثور حنا في العصر اللي سنتذكر معك هذا عصر العلم سيلا سيلا بحيث تقول لك إلا عندك شي علم ما اشتبر هللي أنا معك ما تبقى يتعاود لنه كل عصر عنده لديه حنا دبا الآن بدك شوي للعلم اللي وصلت للبشرية وتنشوف أن سيدنا محمد صلى وسلم انتق بهذه ألف عم مليجة واشكال في جامعات واشكال هالشي اللي ستشوف إن شاء الله علميا يعني بالعلم بالسيونس بالأبخور ممكن انتبتوا أن الكون عنده خالف أبسوليما تصل لها حقيقة علمية هذه علمية سنصل له إن شاء الله سنفسك لك لش إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجاب الآيات للقوم اللي كانوا عايشين معا والأجيال اللي سنجي بدلهم هنا ونحن سنصل لعصر العصر العصر العلم وعصر وعصر سنعرف أن القرآن تحمل في طيق يعني معجزات علمية سنعرف سنضغف الكون إن الله سبحانه وتعالى سيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنريهم لمن البشرية كلنا هما اللي تم وإحنا اللي عجينا اللي سنريهم آياتنا فال في الآفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق العلماء سنري آياتنا في الآفق والنفاء والكون وفي أنفسهم وكالي يفسر الآفق هما اللي زوريزون لا في نيمان غرون لا في نيمان بتي لأننا سنصيب الإعجاز ونصيب الإعجاز وهبطنا لتحت سنصيب الإعجاز ونقول هذا مستحيل لكي يكون صدفة وقال أن الله في الكتاب سنريهم آياتنا في الآفق وفي أنفسهم إذن نأخذ الآفق 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 حتى القرن 14 هذه 600 عام الكل كان يعتقد أن الكون لا تتعرفون بعد ما هو الكون لكن الكون لا تتعرفون أن الكون جامد لماذا ترى النجوم وترى القمراء وترى النهار وترى الشمس وترى العقب الأيام لماذا تنت وما رأيته والديك وجدودك وجدود جدودك وتقول الكون لا يتغير حتى جاءنا في القرن 14 بين الميليكات القرن 15 أول هو نيكولا كوبيغنيك بولوني الذي قاله أن الشمس في الوسط وأن الأرض تضع عليه وكان ضد الاعتقاد الكنيسة لم يكن شخص الذي تنجيل لأن الشمس الذي في الوسط كان يعتبر أن الأرض هي مركز الكون وكل كان شي تدور على الأرض وعمل أبحاث وبالدرجة لم يخرج هذه الأبحاث ترفض الناس لأن ينشرها لم يكن ما تنجيل لأن ضد الاعتقادات وخطار لا تنجيل أي شيء شيء لا تنجيل وما تنجيل هذا هو الأساس الإلحاد تقول الكون صدفة لماذا؟ كيف اليوم كان يبقى ويبقى لا يحتاج للإله ولا يصير لا يعتقد أن هناك إله كوپيرنيك هو الذي يبدأ قليلا سيأتي بعده كبير ويأتي بعده غاليلي غاليلي كان هو الذي بدأ يصل إلى مريضة الهند إلى تليسكوب كذلك ما زال بداي في القرن 1911 كذلك سبعتاش ما سيقع ؟ قال إلي عنده علومات كبيرة في الرياضيات و عاون رأسه ب المريضة الهند يعني تيقن علم اليقين أن الشمس في الوسط وأن الأرض تضر عليها يبقى هذا الكنيسة شدته وحكمت عليه بالإعدام حكمه قطعا سيقتله والداخل والناس قالوا فعطم سيقتلوا سنجدوا عليها في البيت يموت هذا ما يدروا عارف أنه عالم السيد عالم كبير كان معروف عالم وعنده عالم كبير في الرياضيات بغير يقلب لهم كل شيء بغير يقلب لهم كل شيء والكنيسة لا يبقى عند المدخول لا يبقى الناس يعني كله الكنيسة تخرب وفعلي كان عندهم شعصي قادات سيبقى بعد وقعت الريبوليشون الفرنسيز في 1789 سيبقى أنه كلهم يبقى على الخوة لأنه ينخذ عمالات سيبقى عندما قال حكم عنه لا يبقى هذا في نهاية السنة سيبقى سيخلق نيوتون نيوتون ليس كبير ويخرج من جامعة كومبريج ويخرج نيوتون كانت الأمبيديمية كورونا بحال كورونا تماما الأمبيديمية يعني واحد الوباء الذي لا يمكنك أن تبقى في لوندر لا يمكنك أن تبقى أن تبوت كل واحد يذهب في البادية ويذهب عن جدوده في البادية ويخير الإنسان عده 23-24 عام مهندس الذي هو الأول في قسم له أو المجر سيبقى ويخير 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 بإمتياز يلا تخرج فقط يخدم شركة أو يقري سفتي البادية يعني القرون الوسطى بدأت يخمم أول ما تحلو مولا لجل تقول أن تفاحة تعد بدأت يتسأل عنش تفاحة تسطح وعنش القمر لا تسطح وعنش النجوم لا تسطح علينا وعنش لا تسطح علينا وبدأت يخمم ويصلح ويخرج أول حاجة ويصيب أن الأجسام كما كان يستطيع أن لا تسطح الأجسام ويجبد على الأخر إلا تسدب تجبدي ولا تجبدي لماذا تطلقوش لأن الأرض أكثر القوة التي أكثر القوة التي نجبد ها بعضية كل شيء يجبد كل شيء يجبد والشمش تجبد القمراء والأرض تجبد القمراء والشمش تجبد الأرض الجانبية ويعطينا المعادلة الرياضية بشحال تجبد عليها بشحال 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 6000 إلى أخر سيعطينا ويقول لك كين هنا واحد أنت تجبد على الأرض وأن تجبد عليك ويعطي معادلات ويبين أن القمراء تسطح علينا لك تسطح حتى القمراء لا تسطح ولكن كيف تخمم تقول إلا خديت حجرة وتلقتها سيطح إلا الحسن شوية بعيدة أتتح شوية بعيدة ولكن لا خياليا عملتها في كانو هذا مدفع وتعرف أن الأرض كروية هي قبلت حجرة وعملتها في قلب كانو وستمر وأحد السرعة فائقة ستتت blew السجل وكيف ستتتح خارج على الأرض ستتتح خارج على الأرض تيوغيك ماذا تيوغيك تحجرة ستتحها الى الأرض ولكن في الرياضيات يبين أنها ستكون قديمة ستتدور على الأرض إذا تصل الجمراء ستتطيعها على الأرض ولكن ستتدور لأنها خرجت عن النطاق وحتى الأرض ستتضح للشمس ولكن ستتدور على الشمس وقدي يعطينا معادلة رياضية وسيبيننا أن ما تسميه اللغبيت والفلك التي تدوز فيه الجمراء على الأرض أو الفلك التي تدوز الأرض حول الشمس عنده واحد عنده واحد رياضية بأنه بحل أو شبه وديعطينا حتى معادلة الرياضية أول واحد وصلها وتقولوا بأن المسلمين تصلوا لها 600 عام قبل مع الأسف الكتوب تحرقوه نحن لا ندخلوه في هذه الحياتي هو أن نيوتون يمكن أن يخذع على السنين في الأندلوس ولكن العلم اليوم أعطيه مقيدة عنده نيوتون كان المؤمنين كان مؤمن ويقول لك أن هذا الكون الذي تعرف هذا كله يخذع لأحد القوانين الرياضية جيد 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 معقدة ولم يمكن أن يكون هذا القوانين أغير يكون صدفة لا بدونك خالق وبخير أن ترى هذا الشيء من نيوتون ولكن العام 1950 بعد نيوتون سيأتي أينشتاين أينشتاين كأنه الله تعالى كأن الله تعالى لهمه لأنه لا يمكن أن يكون إنسان عادي ينطق بذلك هو إلهام من الله كأن الله سبحانه وتعالى سيحب السيفطل شي واحد على حسب الزمان يستفطل علومات أو تاني يمكن لك تكون يجيبها المصعر لأن الله تعالى رؤوف رحم حبي بإنه سيأتي أينشتاين وسيأتي بإنه مسائل كثيرة وأول ما سيأتي فش من العمجة أينشتاين هو أينشتاين أخلاق من الوصائك ولكن أول مرة سيأتي بان عام 1950 1950 1950 1950 بالنسبية بك شنية الحاجة اللي سيضخ أينشتاين أينشتاين أبحث في الأول على الضو الضو سرعة الضو وهذا سيخرج أول حاجة هو أن السرعة الضو تساوي تقريبا 300 ألف كيلومتر في الثانية ولكن اللي جاب أينشتاين وتيقلك وتيقلك وذي اللي قلبت لها أسفلها لا لها تيقلك أن السرعة الضو تيبشي بوحد السرعة والسرعة ما تتغير تعتك مثال بسيط تيقلك مثلا لك كنتي في أحد المشين ماشية 200 كيلومتر في الساعة وفي قلب المشين واحد ماشي على موبيلات 30 كيلومتر في ساعة في الفز الاتجاه الموبيلات ماشية 230 هي ماشية بقاب والأرض بقاب والأرض صحيح ماشية بـ 30 بالنسبة للمشينة والمشينة إذن 130 إذن السرعة للموتور تزيد عليها السرعة للمشينة تيقلك أينشتاين هذا خطأ فاضح هذا ما تيبقلك إلى غير تفعوط الموبيلات عملتي واحد عنده فنار ديال الدو وهو ماشي في المشينة 200 كيلومتر في الساعة الفنار ديال الدو سيقوم بالسرعة للدو لا تزاد 200 كيلومتر بالدرجة أنه إذا أخذت يجد الناس واحد في المشينة وحد في الأرض وهذا ماشي 200 في الساعة وهذا كواقف وخذتهم في نفس الوقت ما له الدو الدو هذا ودو هذا ماشي بالنفس السرعة ولكن سمح لي السؤال إذا كان شو واحد في المشينة آه ياك ووحد أخير الذي ماشي في المشينة آه طبعا في المشينة ماشي اخرى لا حدا هذا في الأرض والمشينة قد من 200 كيلومتر الساعة ولكن لغا ما سيعطر السرعة لا لغا ما هذا الذي سيكون 30 وهذا هو 30 في المشينة سيكون 30 في الأرض هذا هذا ما أفرح قد أينشتاين هذا أكثر من 100 عام والداب قال ما زال عننا الصعوبة لن يفهمه سبحان الله اه نعم إذا كنت قبل وقته أقول لك سيدي وهذه هي نقطة الأساس وهو أخذ بري نوبيل على الضو هذا الشيء الذي يفعله على النور دكتور لا تتغير لا تتغير لا تتغير يمكنك أن تخلي أنا الفنار أنا ماشي مئتين في الساعة لا لا يمكن إذا ماذا قال أشتاين إذا يرى نيوتون ماذا يخرج وقال لأخي نيوتون ماذا كبير بينا أن الشمس تجب الأرض والأرض تضر على الشمس لكن المسافة بين الأرض وبين الشمس من 150 مليون كيلومتر إلى حولنا الضو يعني يقبط في نار وشعة وكان يصل الشمس خصوص 100 دقيق بسرعة والضوء لأن بعبارة أخرى الشمس يقول تصبح 8 مليون كيلومتر وستطعت 8 مليون كيلومتر لأننا نقابل على الشمس 8 مليون كيلومتر لكن لدينا إلى الشمس وشعة الضوء ستج Shape بك بعبارة أخرى لقبت الطانب pracy المميز على الشمس قليلا تنفيذيكه في المدف مجموعة ذات الضوش فاليCC سيضامده لرئوسة يبدو الآن. يعني أنك سأتصل لك. إلا أنه السنة، سأتصل لك إلى نسسانة. تقصد لك. عاموة سيادة الجيد. سيصدق لك. سأتصل لك. ونخلط على ما يصبح عجل في الحجم. من هنا إلى هذا الزياب، هنا أن يهتضل أي شهادًا. إلى نسبة فترين؟ أهمية الليلة. أهمية الليلة. 300 أكبر. داكو. وكذا يعني أننا نضرب هذه المسافة. نضرب تليفون. هذا سيعمل بشي سوني. بشي سوني. نحن نبعد على القمر بتانية. وعلى الشمس بثمينية تطوير. داكو. مزيان. قالوا أينشتايد. ويعني عبقري صراحي يعني إنسان تستحق يعني تنويه. قال لك منامين يوتون. صاحبين يوتون. تقدروا. تحصرموا. وكين شي حاجة عنده خلال كبير في النظرية ديره. قال لك كيف الشمس ساقط الخبار للأرض. لكي تجبدها عندها. ما يباروخ. فتسماني ببوبلم للسيميلتانيتي. قال لك لا يمكنش تقلي جوجد الأحداث. ووقعوه في نفس الوقت. لتغم السيميلتانيتي عنده ممنوع. قال لك نعطيكم مثال. هالشمس. كينة. والأرض تدور عليها. أنا أتأخذ لك بأن الأرض بعيدة على الشمس من يد تخيق. خليك نفرده. هي الفرده. خياليا. أن الشمس دابت. ما بخادش. ما سيقع على الأرض. ما ستسنت من يد تخيق. ما بخادشمس. إذن ستغير الالتجاه لي. أو بمجرد. ما مشات الشمس. الأرض ستسنت من التجاه. حاجة ليس منطقية. لأن أسرع مكاين هو الضوء. والأرض لا تسوق الخبار. خصوص 100 دقيق قبل تسوق الخبار. إذا النظرية نيوتون فيها خلال. كين شي خلال. خلال. وغادي يبحث يبحث. وغادي يخرج لنا النسبية. يقول لك الشي اللي تنشوف في نيوتون. هذا يمكننا نفهمه. يعني. في أحد السرعات قلال. بحل يقول لي الموبيلة تمشي بثلاثين. ما بني سنطلع للسرعات الكبار. سيقلب الأسفل. لا لا لا. وغادي يبين. يبين. أن الزمان. والمكان. مرتبطان. مرتبطان. قد نعطيك مثال. كيف يفهم. نفرضه أن. أنت في تجي في دي مئتين كيلو متى في الساعة ماشي. وعندك واحد النبل. أناك. سيقنا سوق في اقتشفي. سيقوم بمئتين في الساعة. وأنا عمل لكم واحد لسيبي. بعيد عليكم واحد كيلو متى. أنت ماشي على المشينا. وأنت مازال جاي من القنية ترام. أنا. أنا عندي النبل ديالي. وأنا كنت في العرض. من دي غادي نكونوا في نفس الخط. أنت غادي تطلق وأنا غادي نطلق. لوجيك ديالي. لمنطق ديالك ومنطق ديالي. على حسب ربنا. لدي كنا صغار. تيقول لي. أن السهم ديالك. غادي يوصل قبل من ديالي. ديالي فقر ماشينا. ديالي فقر ماشينا. حيث أنت تجري. وطلقتي السهم مائتين. أنت ماشي بعد مائتين. وطلقتي إيدا ديالك. غادي يوصل لسيبي قبل من ديالي. ولكن أنت فقر ماشينا. وطلق السهم. البرد غير الجو. لا. دعينا الآن. جو جو. أينشتاين يقول لك. لا. سوف يوصله في نفس الوقت. سوف يوصل في نفس الوقت. لأنه خلاك. بالنسبة لي لك. أنت اللي غادي. الزمان والمكان مرتبطين. لا تبقى تحسب الزمان. والمكان بحالية. أنت تحسب مزلك مثلا. 800 مترو. اللي عبرنا بالمترو. تنصيب مزلنا 800 مترو. هذا 800 مترو. إذا كانت بالنسبة لي لأنا 800. أنت بالنسبة لي لك. ليس 800. أنت بالنسبة لي لك. أنت بالنسبة لي لك. ليس 790. مثلا. يقول لك. الزمان والمكان مرتبطين. إذا كنت يغادي بحالة سرعة. لا تبقى. تحسب كل ما تحسب في الأرض. فهذا يسميها. الديلاتاتيون دو فيتجارات. يقول لك. أن الزمان. إذا أخذت هذا الستيل. هذا الستيل. في 20 سنتيم. إذا أخذت دوب دي سيمة. وحسبته. تحصل في 20 سنتيم. وكل ما عملته في واحد صاروخ. اللي غادي بتسعين. في الميات دي السرعة الضو. ما هذا يبقاش فيه. عشرين سنتيم. هذا يبقى صغري صغري صغري. إذا كانت تسعين. في الميات دي السرعة الضو. هذا يقول لي فيه. ثلاثة سنتيم. وإذا وصلت إلى السرعة الضو. تقول لي سافر. ما تيبقاش. إذا تقول لك. الماسافة تتقلال. وش ما يبقاش إبانه. لا هو ما يبقاش إبانه. لا هو ما تقول لي صغير. هو ما تقول لي صغير. لما ي Приветين Entertainment. يا فسو ملياس أن، هذه التي تقول لك. verschiedenen الزمنًا، الزمن نسبا صغيرةً، الأماور التشارب� sinking؟ 20 سم؟ هذا، أوقف قاعدة قاعدة طويل لا إصر وشاب حينا. سيكون وهناك شيئًا ومجال في السوار. هذا أقن pont يبقاش إبرا صورني. فיתי اقتصوري الصان الزمن ، 70 سوء تقوضي تاجم تشوي horizontين نسبب وستاذي تقول لي صغيرةً لك حتى الزمن نظبي. Mais سي wounded. ماذا قد يعطينا في هذا الزمان النسبي؟ تقول لك إلا خذينا جوج ديال التوام خلقوه في نفس الوقت يالله انزلوه خذيتي واحد فيهم خليتيه عندك في الأرض ولأخر عملتيه في صاروخ وصفته بالسرعة ديال التسعين في المئات ديال السرعة ديال الضو وصفته اللي في الصاروخ ما يكبر عمل له البيبرون ديالو وهذا عمل له البيبرون ديالو وتسنى والمدة الزمنية ديالو وهذا زاله البيبرون وكبر 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 وصلا لسبعين عام ستجيب له أخوه اللي سيأتي أخوه ما حرف عمره عشر أيام ما زال عنده عشر أيام ما زال شئ البيبرون ما كبرش ما زال صغير ما زال بيبي ما زال بيبي هده 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 تقول لك الزمان نسبي ومن ديال غادي يصيب لنا هده المعادلات الجديدة ديال النسبية يبقى يضوخهم ويعمرهم وكذا وغادي وصل لحن نتيجة بالنسبة للنا قنبلة غادي وصل للنتيجة أن الكون ماشي ثابت أن الكون تيتمدد الونيفير اتن اكسبونسيون ديركتما خرجها بالماتيماتيك تتخرجه في الإكوازيون الإكوازيون ديفيرانسيال تبيل له أن الكون يتبدد وهو بنفسه خف بنفسه شك تقول شي حاجة أنا غلط في شي حاجة وهو عبقاري يعني تلعب بالماتيماتيك وتلعب بالفيزيك وتلعب وصل الله طبك يدخل له الشك في تالي شنو دار نطيغش معادلة ديره خذها المعادلة ودخل فيها التابت الكوني علاج باش الكون يبقى جامد لأن تعرف أن العالم تعتقد أن الكون من نفسه يجب التقريب من نفسه يجب حدث من نفسه ونفسه يجب التقريب ومن نفسه سوف يجب التقريب من نفسه سوف يجب التقريب ومن نفسه سوف يستنتج هذا الشيء وسوف يبدأ أن الكون يتمدد ولكن لم يشاهدوا هكذا وقال سوف يجب لي مجرى للقليلية يمكن يحكموا علي بالإعدام يمكن يطردوني من العالم العلمي فران نعم الفران نعم الفران نعم الفران نعم الفران وخلى الكون كما قال لها الحد وجمعه وطوع وهو يقرف جامعة برينستون في نيو جورسي ويحق الله الحق ويبطل الباطل الكافرون هذه الدوز الأيام في 1920 أمييكا بنت واحد المرصد الأبسيرباطور لكي يرى الكون تسمى الأبسيرباطور ديمون ويلسون في كاليفورني وعندما أعطوه لكي يمشي أعطوه أحد نعفقاري اسمه أدوان هابل أدوان هابل أدوان هابل يدخل ويصد العفادة وكذلك يعمل اكتشافات وكذلك أدوان هابل عامين بعد تلسلين تكتشف أننا كمجموعة شمسية نحن نبارتها لأحد المجموعة تسمى واحد الجالاكسي واحد المجرة هو اسمها دم ميلكي وي وين اسمها؟ دم ميلكي وي بالنجليزة ميلكي وي هي الطريق لفع الحليب كأنها قبضتها قرعة الحليب وكبتها هكذا كتتبالو قرعة الحليب مهروقة وصمها بحب ونحن داخلين في الميلكي وي وبقى يختارع وبقى يكتشفها عام 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 سيقوم بأكبر اكتشاف علمي إلى يومنا هذا تبالو من خلال الأمسيرباطور أن الكون يتمدد سبحان الله شاف الجالاكسي تبتعدوا شاف المجرة شي تبتعد على شي ومن تخشف التفاصل إنما هو ستعرفوا أنه يمكن أن يكون تفاصل مهم من هنا إذا كان كيف صاب هذا هو في الحقيقة ما توقع في حال تدخل في الغار وخذت غمض عينك تشوف شي واحد ستعرفوه ما جاء عنك أو ما أبعد أو أو ما تتعرفوه أما تقرأبوا وهو تبقى الضو الضو والإكتشاف وهذا ما نعلم هو هو الأهرام 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 يشارك الفنار يشارك يشارك في الضو الضو يشارك باللومية بشكل في الأمواج يشارك على الأهرام يخرج تسميه حزاب للفاطم زهر تخرج لك إلى ديفراكشن تتفرق 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 لك الولترافيولي وانتراضي والذي هو البرو كذلك تصل إلى الروج ولا يفرق روج عينينا تشوف غير شيء من الولترافيولي إلى الروج لا تنشوف أفرق روج ولا تنشوف أفرق روج ولا تنشوف أفرق روج ولكن تتشوفهم إذا شاهدت من ذي أعمل ضو هذه كانت معروفة قبل ما يكون هادون هابل عمل الضو ويخرج لهم وكيف سيكتشف هذا؟ كتشف أن في الوقت قبطت أنا الفنار يلضو والأهرام هنا وتم عندي هذا اللي تغفروني كهدأت الحمر في الوقت بالزربة تنبع هذا الفنار الحمر تكتر ذلك اللي عندي كانت هي شوية الحمر تكتر تسمى الريد شفت هذا هو الاكتشاف الذي أعمل وصب العكس أنه من يكون هنا ويقربوا بالزربة هادون تغفروني يكبر وهذه أكبر كتشاف قرارا نطبق هذا على الكون عملنا في لوبسير فانتوا وبنو بدون أن يكون من المجرات الحمر كبير يحصلوا على ويقربوا على ويقربوا على لأنه يفتعدوا من أنه يفتعدوا علينا ويفتعدوا بعضياتهم ويخرجوا حتى العملية الرياضية بسرعة بشيء يفتعدوا يقول لك الموفمون دي فويت أروا من دي بلو دكشتا هو هاد إدوين هابل سوى دخل معاشك لأنها قضية خطيرة جدا تقول أن الكون يتمدد عايت الطلبة دياله كذي درس إلا أبونا نشرحوا هذه أستاذ ديال الكون يتمدد مشكلة مبسط نفاخة ناخد نفاخة لكن نفاخة ديالعيد الميلاد ستعمل فيها القيطات بلو فتر زف نقاطي كل نقطة هي مجرعة من ديالة نفاخة ذلك النقاطي يتمدده على بعضياته هم التي يتمدده لكن الكون ديالنا بحالة شكله الكون ديالنا كان يتمدد بالنفاخة وكان يتمدد بالكيك شنو هو الكيك؟ تقول لك عمل ذلك الحبيبات شكلات حبيبات في قلبه ودخله الفران الكيك تيكبر والحبة شكلات يتمدده على بعضياته الكون تيبتعد على بعضياته هذه الكون تيتمدده وأكبر حاجة سوف نشوفه علاش الخطار إلي كان الكون تيتمدده هذا هو الخطار ونجا نجاوبي لك السؤال من دي ادوان هابل صابت اكتشاف توا دخلنا على الماضي توا خاص عايت الطلبة ليلو كنت يدرس الناس الدكتوراه قلوا ما نقول لكم موالوا أجوا تشوفوا من دي شوفوا قلوا له بأس حاجات بينها سيفيدة الكون يا سبتدد قلوا ما تشيل ما تريدت من السبعات سوف يتبعوا لها طبعوا عليها تتريفون سي عيد اينشتاين عيدتلو قلوا تلحق عليها أينشتاين رفل بشجيات أخرى دي شجيات أخرى دي شجيات أخرى دي شجيات أخرى دي شجيات أخرى قلوا له تخلط عليها ستا بورطة أينشتاين جاء من دي جاء راتشوفها في الانتغنات راتخلتي عمل أينشتاين وعمل مو وينسون راتشوف أينشتاين غي جاء أول ما ما شايف داخل عادك أدوان شد لبطيطة ديالوزية كمية والأخوتي يشوف يدرب عليه دو أينشتاين بلما يشعر هو يقول بدون شعور ارتكبت أكبر خطأ في حياتي بشي تنظور المعادلة بشي تنخل فيها التابت الكوني بشي تنخلي الكون جامد على كل كون يتمدد شاء من شاء وكره من كاره وعمل ندوصعها فيها وده بك نلقاها بالكالكول الكالكول ولكن دابا شافع لا شافع الكالكول تخليه الشك واتخليه الشك شافع حبس الخال مش هلت يراجع قل عملت فالطاق وتنعتذر وغاد نعود نصلح المعادلة ديري غاد ينزول والكون يتمدد شاء من شاء وكره من كاره سبحان الله هنا غاد ينجي أكبر هذه هل الكوني خالق شادي أدخلي واخاك تشفوا أن الكون يتمدد أنفخ تنفخ وانقطي تبتعدوا على بعضيتهم ما هو النتيجة تقول لك خير أن شخص كان في المي في المي في المي الكون يكبر عندنا واحد السيد عاماً شغلو غيتي في المي الكون واحد وقت تقول له حبس 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 الله يعطيك السر تشوف النفخة تتكبر قل له حبس لدينا على الحراب تشوف حبس حبس حربت تتكبر ثلاث 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 المي الكون عنده بداية لا إلا الله كبير الكون بداية والقانون المعروف تسمى له فيو تيوغيم القانون الإيجاد عرفنا أن الكون لا، فباللاتي، عاد كل واحد يطلع على هذا لكي يدارب لأننا وصلنا إلى الحرب بين الإلحال وبين الإيمان أنا قد نسلو، إنه محده هو اللي معرف كان في الإدعادية بريطانية فباللاتي، ذات الحسن الثاني، الله أحمد الله أكساكتما، الله أحمد 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 الله أنا شخص يوقع صابوا أنه قالوا باللاتي بلا إذا كان الكون يتمدد، إذا شاهدنا باللور إذا كان لديه بداية كون لديه بداية وشيء كده، أنا شكت سي أنس وتنقول له سي أنس ركنت عندك بداية كنت هذا وتذا، ونرجع باللور كنت مازال بيبي، وكثير من بيبي كنت أفكر شي إماك وأفكر شي إماك كنت أحد خلية ما يمكننا أن نقدره سين للك لدينا إمكانيات إذا قدروا الناس للكون فستطعوا يقدروا سين للكون عباقية، كانوا 11 من الجميع الكبار ومنهم أكبر ماتماتيسيان بيغلماتر، وكان غاموف حددوا ذلك الوقت، حددوا أن الوزن تقيل ونظروا كلهم إذا كان أينشتاين أو أدوان هابل عنده الحق قد يمكننا وعند بعد معطيات، كالكيولوا سين الكون حسب ما تسمى لك الكورة أرضية لك الكورة أرضية لك الكورة أرضية لك القول كله، لأن هذا ما سوف نصيبه سوف نصيبه أن الكون كان تصغير 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 لديه بداية وعاد سوف يبقى أن وضع وعاد غادي تكون لك الجزئات الصغر هذه تتاعد عودّك جزئات يعطي وعاد تكون لكون واحد صرعة فائقة 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 تكون وعاد تكون كوهور وعاد تكون كوهور إذاً عنا حد ما نعطيك ميزان بسيط بسيط غادي نشوفت ممتعها في طريق مثلاً في الوطوروت وعاد تتزاد يمكنني بالرادر حسب في الوقت حسبتها كانت ممتع بمية وجوش في الساعة هنا كانت ممتع بمية وثلاثة يمكنني نعرفها فوقها ممتع إذا كانت ممتع بزيرو نعرفها فوقها هكذا كوقع الكون طلعوا الحساب وصابوا أن الكون عنده 13 مليار و 820 مليون سنة 13 مليار سنة و 820 مليون سنة مزيان توفقنا عليها هذا الكون كيف يبدأ؟ إذا بدنا لا يمكننا نرجعه النقطة السفر صحيح لنرجعه تقريباً لنقطة السفر الوقت الزمان سفر فاصلة 2-30 مليار واحد بيال ثانية 1-30 مليار هذا الزمان تسميه يعني لا يمكنك أن نعيش زمن قليلاً من هذا الكون انفاجر في ذلك الوقت وهنا سيبدأ في القرآن لم يفهمت هذه الزمن التي قلت يا أستاذ هل نرجعه 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 باللوب يمكن أن نرجعها بالضبط بالضبط نقربه ما كان الكون؟ الكون كانت المادة التي في الكون كلها جميع المادة التي في الكون هذه الغرف هذه البيت القمراء الأرض كل شيء كان مضغوط فراص لباع كل مادة المادة كلها التي تشوف كانت ضغوطة فرصة نبا وهذه الأبعاد التي تقوم بها الآن في لسان لسان الزيتين وغشار شوكليا التي كانت بين سويسرا وفرصة ما هو هذا الزيتين؟ هو عبارة على تونال نفق الذي عامل 27 كم تطول ومدفون تحت لرد 100 مترو تطولهم لزاسونسور في حال المترو نقول لدي الباريس وماذا يوجد فيها؟ قادوس في 10 متر هذا وفي قوادس فيهم ذي كاميرا وفي قلب القادوس سيضوزوا المادة وتهرسوها مثلا باش نبسط في حال ذلك الطوبينات صغيرة ولا يملكون أننا صغير حال ذلك الطوبينات عشرة خذ جوج الطوبينات وعمل لهم كسيدة بدلياته هذي كسيدة بدلياته باش يتهرسوا باش يتهرسوا تتعين شو الموتور هذا البينيون هذا يجب تطول الموتور تكاجع النامج لذا ي لا شيء بدأوا تكونوا جزئات جزئات تكونوا تجمعوا تخوضين الكوارك تقولون بروتون تجمعون بروتون مع الناتون يعطيك الداوات تتكلون ما تشوف رمجة عين في رمجة عين مش حال دي ان usage 감사ح دي ان تخد هذا وضعت لك سفر ولا يأخذ لك سفر واحد ثانية هي العشور في التانية عشور في التانية كثيرا سفر واحد هي جزئ مئة متانية لا سفر فاسور سفر 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 أعشر المرة 2 و30 سفرة 32 سنة تكونوا لكونا إنما أمره إذا أراد الشائع أن يقول له كون فيكون كون تكون؟ كون في هذا الفرقشيو تسوه فرقشيو تسوه كون وخارجوا للبارتكولي المنتر وكبروا بعضياتهم كانت تصوبوا لطوم وصوبوا لطوم من درجات وانت غاد الاب ولكون كان عنده مسافة شاسعة بعد ثلاثة خيار بعد ثلاثة مينوت كان المئة للألاف ملايين الكيلومترات الكون يتمدد لن يوجد شخص في الطريق نهايين الذي يظهر على التمدد خف أينشتين خف أهبير خف تأتي القرآن في سرعة الدريت الشيخ الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإننا نموسي شكو اللي قالها الله سبحانه وتعالى صف تهلنا على أيدي شكو؟ سيدنا محمد صلى أسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راجل أمي هذه 1400 عام ما عنده لا أبصبه أطوات الموينسون ما عنده لا سكانها ما عنده لا التاليسكوب ما عنده لا صواريخ ويقول لك والسماء بنيناها بأيد بأيد وإننا نموسيعون والله جابه قال سيغد يا نموسيعون ما شي وقفت ما زالت نموسيعون 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 كيف يقول لي إنسان هذا في كتاب هذه 1400 عام وما تغيرش إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا لا أولى حافظون ما تغيرش القرآن نموسيعون نموسيعون كيف يتغير وتجي تقول لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها سيدنا كيف يتغير قلت النبي أن الكون والسماء نموسيعون قلت لك لأن جميع المادة اللي موجودة في الكون كانت فراص ليبرا مضغوطة مضغوطة لأن انت تشوف الأطوم مثلا عنده الانويو وعنده الالكترون وكانه واحد فراغ وكذا كالفراغ ما كانش كل شي كان مضغوطة لكم مني يرجعوا باللور تعشفوا أنه كون شي بدا من صبنا المادة تقول لي الكون وكذلك المالايات 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 العطنان كله كان في الناس يبرا كما يتصل من الشرق كان عنده صغير 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 يقول الله سبحانه وتعالى أولم يعرى الذين كفروا هذه في سرعة الأنبياء أولم يعرى الذين كفروا أرنو ما قالش الذين أمنوا وكما كان بلنا أمن أول من يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت تارت قل ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء الحي ما الذي قاله هذا الشيء 1400 عام هذا الكتاب كيف فجأة الكتاب سيكون كتبه باشار وإننا موسعون وما عارفينش لأن الذي سنعرفه عن الكون سنعرف اليوم 40% فقط لأننا معناش هاد الفرص اللي تتجعل تتبتعد كي نسكنا باللنيرجينواء وكي لما تيغنواء وهنا القرآن تقول استدل آيات القرآن الله الذي خلق السماوات والأرض مجيعة وجي أخوات يقول السماوات والأرض وما بينهما في ثلاثة تقولها وفي ثلاثة تقولوا ما بينهما انظروا كيف بدأ الخلق القرآن تقولنا هذا أمر كي نمشي ونبحثوه ونشوفوه كيف بدأ الخلق كانت عنده بداية إذن اللي عنده بداية عنده خالق عنده خالق وعاد كتشفنا أنه عنده بداية يلا كتشف لو ناضوا ناضوا هذو اللي ضد هذا الشيء قلقوا هذين يتقلبوا بأي طريقة كي نهدموها بالنظرية ما الذي يوقعه أبقوا كذلك في عام 1964 بعد وقعوه في زرف المسائل في عام 1964 كانوا يتقلبوا بشهور للأبحاث في أمريكا اسميته Bell Telephone Laboratories يهتم بالمواصلات وضف جوجة دكاتيرا Penzias ونيلسون كانوا يتقلبوا في ذلك الوقت لم يكن هذا البرتاب نحن في عام 1964 نحن في عام 1964 يتقلبوا في زنطان يتقلبوا في زنطان ويتقلبوا على المواصلات اللاسلكية وجوجة دكاتيرا وكل مخارجين في هذا الفن ويزم تشاهدون كثيرا خارج ما تبدأ؟ ويبدأوا انيشت ودو وقتتوا المعلومات يعملون أمبس مثلا هاتف صغير الينا نعمل نبينا صغار تليف جاعة تليف كانت يبدأ ويتم تجملك شبن من الله ويتم تجملك البندال ويتم تجملك البندال ويتم تجملك قرارج أمبس ويتم تساعد إلى أمبس ويتم تجملك أمبس ناضوا وقلبوا على الحمام الذي يزولونه وغسلوا لك الشجر قطعوا الشجر خمستاش يوم ما تستعوا وما كان شيء عايتوا على خبراء من بريسترن من ييل كذا ما هي قبطل الفيزار الأول؟ تماماً ما هي قبطل الفيزار الأول؟ لا إلا إلا بالله الذي لا إلا إلا هو عفت عمير و عفت ستين سيأتيهم وقالوا هادي ديالاش؟ لقد جمعوا قالوا هذا سيدي هذا الصدا لكم ديالا بيك من ديالا يلا وصل يلا وصل عامرمع وستين الله تعالى أه مكين شي حاجة صدفة الله تعالى تعطينا المسائل باش نكون عن الحجة عن الحجة اللّه تعالى لنا بدأوا تيدخلوا الجوهون قالوا لك إذا كانت المسائل هكذا خاص وخاص وخاص خاص وخاص سوف نكتشفو عام ٨٨ ٨٨ سننصيبوا أن كان الأكسلراسيون للنبر ونصيبو عام ٢٠١ ونصيبو عام ٢٠٣ بدي بدينا نصف لو نصف كل صند كنت تقول الأكسلراسيون للنبر سيزيد أكثر أهو أهو باش ما تباين لك ما تيبقاش وقالوا هنا واحد البياسة ما زال لك عمدك البازل بحالة تتصور شي طبيعة تبقى خاص يجد طريفات تقول لا كان خاص ما نسمع البازل بوزن دو كان البياسة صابوة في آخر القلب وماذا سيأتي عن آي في عام ٢١١ لنزا سلطت واحد للصند وتصور وتصور الكون تقوم وماذا المعلمين وماذا الكونا كم تصور الكون وماذا كان ماذا بيبي لأن الكون بدأت البرتوكولي بدأت لضخان لأنه تسمى دخان باللغة بالإجليزة والفرنسية تسمى الدخان هذا هو الدخان الكوني الفوميكوسميك كاسميك سموك هذا الدخان في الأول ما يمكنش يخرج منه الضو حتى عمل الكون كبير شوية و الذين له 380 ألف سنة يبدو الزرطان بالنسبة لي الإنسان التي تعيش بمئة عام عنده نهار البيبي عنده نهار وإنسان تعيش بمئة عام الكون عنده 13 مليار و20 مليون سنة من دي كان عنده ثلاثمائة وثوانين ألف عام رب حالا عنده نهار ما خرج ضو أول ضو اللي فوتون خرجو جاونا فقاش وصلو لنا عام 2013 صوروه بلا صند شو ما يلا وصلو لنا ولا يلاحنا تمكنا عنا تمكنا باش نصوروه وصل صوروه وخليها الكل دي كان عنده بيبي عباين تشوفو الياح أكيدا عنا بيانسور بسيما لفون ديفوه لفون كوسميك كيفش كان الكون هذه تلتبعه إذا الكون عنده بيدي شفنا البابي تتقول لي ما كنتيش بابي أنا نروي هرك يا الله تخرجتي مازال بليكوش سبحان الله اوى بنا كل شي باين وغادي نصيبوا هذا من الدلائق العظمى بأن الكون عنده خالق بالإعجاز قلنا باللي عنده نهار اللول كان مادة كلها بدغوطة هم الذين كفروا أن السماوات كانت ترتخل قلنا أنه السماء بنية بأي دين وإننا نموسعون اه تماما صبنا سنصيبوا بزاف دي الإعجاز ونصيبوا مسائل المبسطة سنجوغل المجموعة الشبسية دينا وندخلوا الأرض دينا غير الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه ألف ومعمية تحب ما كانش عنده داك مونتغول فيها نتي تلعوا بها في السماء ما عنده أمره ما طلع على السماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجي ودخل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو معنا آياتها معرضون هذه في صورة الأنبياء كيف ستفسر هذا الشيء هذا؟ في الوقت حتى نزل القرآن يمكنك إلا تأمن آمنت ولكن لا يعني دليل نحن ندبا وصلنا للدليل أن كرة الأرضية دينا عندها طبقات سبعة دية الطبقات عندها الكوش عندها الكوش أطموسفيريك اللولة فيها الأطموسفير فيها الأكسيجين دينا فيها هي اللي فيها باش التمبيراتورة تتبخى وانت تطلع وصل الواحد لكوش دوزون لكوش دوزون تتمتص الأشعة الترافيولي اللي تيجي من الشمس اللي يبكله هلكنا وانت تطلع حتى تطلع الطبقة السابعة الكوشفير التيموسفير الكوشفير الشيء وقع قلنا بالللي إحنا في مجموعة شمسية ما هي مجموعة شمسية؟ عنا الشمس في الوسط وتدوروا حول ثمانية ديال الكواكب منهم الأرض منهم المريخ منهم منهم جيبيتا ولكن في نفس الوقت اللي تدور على الشمس تدوروا منهم من المريخ من المريخ تدوروا نزلوا على الأرض خليوا على الحجة وتوزنوا عشرة طن وتخلصوا تحت الله يسلها لا تخليوا فيها نتوحنا لمجرد ما تدوروا على الغلاف الجوي الفقري تطلع الحرارة لها ثلاثة وثمانمائة دقري تتغبر تتغبر ليس لطاق لا تطعب شعرينها يحمينا الله سبحانه وتعالى وعننا في نفس الوقت الكرة الأرضية دينا تدور نحاول نفسها وفي النواة دينا كالحديد كالنيكل دوب في دوابان تينتج على هذا حقول مغناطسية تتخرج من البولنور وتتمشي القطر الجلوبي التي تسموه الشومانيتيك دينا الأرض الأرض عندها الشومانيتيك تيحميها اشتي وقع ذلك الحقول المغناطسية تطلع الهنا تكونوا وتصوبوا مضل تماما مضل تسموه السينتور دي فان ألن هذا كل مضل من أجل يحمينا من الأشياء في التاكل يجي من المجرات ويجي من الشمس نعم تيجيوا حال شي واحد تيلو حالك تويوا دي الماء وانتعمل تي مضل لما تيدرب وتيمشي هكا وانت ما تتقاش هذه السينتور دي فان ألن تيجي تلأشياء تعمل لها كوتي دووزة والأرض تتقاش ورجع لنا السماء صقفا محفوظة ومع آياتها باربون كيف سيدة محمس الله عز وخار هذا شي هذا هذه ألف ربعة منتعام واشي كان عنده شي صوت واشي كان عنده شي كاميرات واشي عنده يمكننا إلا نأمنو بما أزل الله سبحانه وتعالى فمن شاء مينكم فليومين ومن شاء فليكفور والله تعالى يقولنا بحيث وخصنا الحمد لله مئات آلاف دول مرات اللي هدانا لأن الله تعالى يقول بصورة الأنعام وحد الآية ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتع تقول وحشرنا عليهم كل شي قمولة وخد جبله كاللي تجبله جبله الموتع جبله جده يجي يكلمه قل يا هاي كالشي يشده عندنا في القبر وقال لك لا بعيد على هذا جبله يوم القيامة أقبلته فما كانوا ليؤمنوا إلا يا شاء الله والله اللي قلبه قصح صافي ما غني أبنش ما كل شي الله تعالى يقول لك أنا أعطيتكم الدلائل وصيفوا قل سيروا في الأرض فانظروا شوف كل أبدأ أول ما يتفكروا سيلوا من الله سبحانه وتعالى أول ما يتفكروا ما بصاحبي من جنة إنه إلا نذير مبين أول ما يسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ وزيد وزيد الآيات تحتنا الله سبحانه وتدفعنا وقلنا نظروا وتتعرف أن الآيات كبيرا نزلت عندنا من صلى الله وسلم سيئا مولياتنا عائشة سولوا يا حنوبة قالوا يا مولياتنا عائشة يعني ما هي الحاجة اللي غريبة وقعت لك مع الرسول صلى الله وسلم ما هي حاجة لي قلت له مع حنوبة يالله تخلنا في الليل كنا غضي ناسه هو أستئذنها خلي يا عائشة إلا أعطيتني الأدن بغيت أن نضع بضرب بها قلت له أنا ما نكرر شي جي واردي أليك وتنحبك ونجلسة معك ولكن إلا كان هذا الشي غادي يعني سائب في الفرح يعني أنا أعطيك نمنا في صلى الله وسلم سيقوم الليل أول ما بدأ الله أكبر فبدأ يبكي 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 هو وقفتي يبكي يركع بكى فزكتني لحياة دياله صلى الله وسلم فزكره صدر دياله فزكره فزكت له الزربية صلى دياله هوتي يبكي حتى جاء اختفجر جاء بيلال بشي فيقو وادخل عليه بيلال سبوت السلا قال له ما يبكيك يا رسول الله قال له نازلت علي الليلة آية ويل لمن سمعها ولم يتفكر إن في خلق السماوات ورد لا إله الله إن في خلق السماوات ورد واختلاف الليل ودوار لآيات الليل للباب الذين يذكرون الله قياما وقعوذا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات ورد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله الله تعالى بغانا نصوه بغانا نتفكره بغانا ننضروه ويقول تتفكروا في خلق الله يسع خير من قيام الليل اعطانا اعطانا كل شي اعطانا لا يمكنك تقول لي هذا البرتال بكل ما فيه من ابحث وهنداز الملايين دي الساعات دي الابحث تقول لي هذا صدفة غيجة كنت غادية وصف صدفة وش نمرها وابو يصلح الكلوالو خاص كل ريزو المواصلات خاص كل اللوجيسية اللي في قلبها اندرويد أو كده وانت غادي لا يمكنك الله والهدف ذات شي كله وش الله تعال عطال عليه كل عليا وكان عطال علينا ولله المسلم بحانه ولا إله وكان خلقنا هذه 13 المليار نعاونو في الكون تقول لي أنا الملك أنا العظيم أنا الغني أنا الرزاق أنا الوصار والأسماء دياله أنا من الجنع وزيت دياله من الكرم ديالي حبيت نخلق إنسان بحالك وبحالي وهنا في منتهى التعقيد وحبيت نعطيك البيان أعطيك العقل والرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله تعالى وعلم هذا من أسماء كلها حبيت صلى هذا المخي يخلي أعطيتك لا ما ندخل في تفاصل ويأتي واحد دي يقول الله ما إلا تخنن المخ إلا تخنن المخ صف إخصص الجذول الله لأن هذا اللي وقع في المخ مستحيل مستحيل شيء عادي بسو مستحيل سيقول لك عطيتك هذا شيء كله باش تشوف بعينك وباش تفهم باش تعرف أن هناك خالق وما سنطلب أنك هو سنطلب أنك هذه المدة الزمنية القصيرة اللي سنجد لك في الأرض ولكن في الأرض مستقرون وما تعال إلى حين لبقى شوية سنكون مكيني هذا شوية تفكر وشوف العظمة ونجازك إلى الأباد ما ستبقى كائن لا مرض ولا خوف ولا خدمة ولا دبيلة ولا حزن ولا أباديا ستكون في جنات النعيم اعترف لي فقط تطلب لك شيء عاجب هذا أول هدف لدينا عملية حسابية الحاج ذابع وقارن مثلا إنسان لعاش مئة عام فوق الأرض وقارن مثلا أن هذه نكون في يوم القيامة عملت الحساب حساب عملنا عمليات تقول الله سبحانه سعال سأل سائل بعداب واقع للكافرين ليس له دافع من الله دي المعارش تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فصبير صبر جميل إلا كان نهير واحد عند الله تعالى هو خمسين ألف عام دينا أو دين وتخفصوا إلا كانت خمسين ألف عام عام عنا هي نهار مثلا نحن مثلا 50 ألف عام مثلا نحن 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 100 عام 100 عام ستقوم عشتي جوجة تخيق أونس دو مينوط إني ستجلب المقامة اليوم القيامة ستقوم الله أربع دو باقلويت ستجلب تقريبا جوجة تخيق وأونس تقريبا هي اللي عشت وش كلها عشت وش هي جوجونس لا تطلب لك شيء لماذا تقريبا جوجونس تخليك شيء لا تتعبد حالك عام لماذا تقريبا 24 ساعة زولنا تساعد الناس زولنا ساعتين الذين ماكلوا وشرب زولنا ساعتين الذين اختروا سقور زولنا الحمام زيد زيد ونجمعتي أنت كون نوع وعبدت الله ليل ونهار ما تتعدي شيء تسليم في حيات كلها عندما تدخل ما كافحتش وعليش ما عملش مجود باش نقام بالله ونطبقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام وإن ماتوا استيقظوا ينتبعوا مني يموت الإنسان ويقف عليك المالاك ويقول لك من هو ربك تشوف الحقيقة هذه الحقيقة هي هذه مش هو نحن نحن في الوهم والمثال يعطي تبادي خمسين ألف عام مني حسب أن الإنسان مني غدي يكون وقف ذي اليوم ذي القيام وغدي القراص هو حياته كلها ساوية جد دقيق فاصلة 8 ربما لو أعطوه الفرصة أنه يرجع للأرض يبقى ساجد منه السرس منه هنا سؤال لأن تقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على الله فقالوا يا ليسنا نرد ولا لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهانا وإنهم لكاذبون وخاطئ يرجعوا قد يعود يرجعوا ذاك شي لك شافوا واخا شافوا ولو ردوا لعادوا لما نهانا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين يكذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يحصرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وردار قالوا آخا تخلوا لأني تقول أفلا تعقلوا سأساء الله تخلوا لا هذا ما عندك لديك عد العقل ما عندك لن تفكر ما عندك لديك العقل لديك عينين ولسان وشبهتين وشبهتين يعطي الحجات وقع علينا الله الحجات سبحانه وتعالى ولكن لمن إنما يتذكر الأولو الألباب اللي يبغى يوقف ويفكر ويشوف تسمعون وخلاص والله وخلاص ضعتنا الموت ما زال بعيد الله لا تضرنا شعر الموت لا تضرنا شعر الأخيرة نحن عاد بدين حياة دين وتقول لي الموت دور المصيبة حياة الدنيا تدوس بحل برق اليوم القيامة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب نحن قد ندخل تون بلانك يعني الله لا تضرنا باش نفهمه السرعة تستعب كلمح البصر لمح البصر يلو ديزيام سيقون يقال ديزيام سيقون إلا كلمح البصر أو هو أقرب نحن البشار وخصوصا اللي عاد نزل عليهم من القرآن ما زي فهموش يلو ديزيام سيقون مليا سيقون مليا ديام سيقون ممكن كالله سيقون إنما أمره رعنا كن فيكون مثلا أخذنا قصة سيدنا سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام من دي ملكة سباء غجي عنده إلى آخر قالهم أيكم ياتيني بعشعة قبل أن ياتون المسلمين عنده وتيحكمت في الجن والجن يعني تيخدمه بوحدة سرعة فائقة قال عفريت من الجن أن آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين دابا نجيب لك العرش دي لها يعني 2500 كيلو متر وما قاسل فالسطين وغادي يجيب من أسابق من يمان كنت نسألك هو ذناء وش كينا شي حاج اللي كينا في القرآن لماذا ما عرفنا عش لماذا ما عرفنا إذا ما احنا تكلمنا على ذاك شلي ويلا وصلنا ليه مزال الغاز وش كينا شي حاج اللي بقي ما وصلنا ليه مزال نعطيك هذا المثال سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا سليمان كانت يحكم في الجن وفي الإنس وفي الطير ويصخر له الله سبحانه والريح وكل شي وتحتاج شي واحد اللي يجيب له العرش شو العرش هو نقوله شلية كبيرة كلها بمجوهرات ودك 100 كيلو كتار يقول 250 كيلو وغادي يجيبها 2500 كيلو مثل سبأ اللي في اليمن يجيب له تصال فالستين وليبخي عندك بوينغ الطيارة حربية خصصك سيفتاف الواتساب سيفتاف الواتساب تمام لا هو عيني عبغا يجيبها يعني مديا 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 الواتساب تحول الصورة مثلا المجادية الضوئية وصفتها بصورة الضو وهي معك فرمش تعيين اصفت الفاكتور ولكن الفاكتور ما زال عندك مصفتاش الفاكتور الفاكتور نفسها ما يمكنك تصفتها كمادة ما يمكنك تصفتها ما نعرفوش اليوم ما سنعرفوش نصفتها البادة البادة عندي واحد الصورة الصورة تحولوها نخلهم لهم يجيب لي العرش ديها مادة نفسه قال عفرية أحيدي كانت يحكم عنده في الجلسة هذه المحكمة قل فيها أربعة ساعات قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أربعة ساعات وإني عليه لقوي أمين والله من غير فيه التجحاج وغير يكون عندك قال الذي عنده علم من الكتاب بشر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إنك ترفق قبل ما ترمش وكلم من البلاغة القرآن من البلاغة القرآن أنا شكرا تنسوا قرآن إنتنا هو سيدنا سليمان وقال لك أنا أجيبه ما ستقول له قال له أجيبه لكن أجيبه ما حالك تخصى شي جد ثواني ولا ثلاثة صافي أو سيتو دي أو سيتو في صافي فلما رآه مسمى ما شعب قال له يا الله وسيل أجيبه لي قد يخطط صافي صافي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكرا فإذا ما يشكر ما دارك الإنسان غير توصل أنه غير قدر يبدأ يصفت المادة إذا استطعنا دابة نديروا أبحاث كإن دابة تعملوا أبحاث عن الإلكترون بما؟ الإلكترون تتصيبه موجود في الضرب هذا وموجود في نفس الوقت ولكن ولكن ها ما شكروني نفس نفس التصيبه هذا أو ليه في نفس الوقت لو لكن وشكي صفتو ما زال ما كان صفتوش لدينا تجارب فيها لدينا تجارب كان واحد تجارب اللي ندوخ العلمان اليوم تتصيبه الإليفاند اليونج كيفش تدخل الإلكترون تعملوا واحد تشقى إذا تخل من هنا المخ بأننا تقبله تخل من هنا تنعرفوش مسائل اللي ما زال المخ بأننا ما بغاش قبلها وما زال ما وصلناش نصفتو المادة اليوم من هذا ما زال ما نعرفوش تنصفتو لسينيو تنصفتو من موجات الكهربائية تنعرفو نحاولو أي حاجة صورة مارس 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 ملازيغ تأخذ مارس الكورا تأخذ كل جوور تتعود فوتوغرافيا هو تتعب مثلا في الجابون في الجابون لابس تري الحال يالك وغالي وعاو تكونوا في سطاد دير ضرب كيف تتحرك تتحرك في سطاد وعندك المتفرجين وتشوفوا بالله وكيف تتحرك الضو الضو الذي يأتي أما ماديا إذا كان في الجابون في الجابون وكيف تتحرك هنا لا يمكن إشارة في القرآن قل كيف يمكن سنوصل لها سنوصل لها وإذا وصلنا لها خديث صافي صافي إذا وصلنا لا تتحتاج لماذا تأخذ الطيارة وتمشي تسل مكاو صافي أنت هنا تسل مكاو صافي من 250 وخمسين كلها كلها ستتحرك سبراسك سمع أنا أريد أن تكون دابا في مكا مع دي لا فيزا ولا كادا سبراسك سمكا كيفاش الله أعلم ولكن موجودة في القرآن الله أعلم بزافة مسائف القرآن بين الله سبحان وعلي ولكن وكل الألغاث بزافة الحواج لا تنفهموش المخ ما تنفهموه فيه المخ الحمق الحمق كيف تتعاملوا بعضياتهم وكيف وكيف يتحكم هذا المخ يتحكم في الدات كلها خير بينما كنت جالس في بيت النعاس جالس وتتحكم في العالم عندك صورة وكل واحد يبالك اللي في الشيلي ولي في نورفج وبالك خيكم سواء بالك واحد في مانا جاس كار ماش هي عطر وترس وما حدا تتواحد في ساعة تتعيط الواحد اللي قريب لو تدخله خرج من دارك روانك تهرس من تماما تتعطي الإرشادات هذا شيء سيدي للمخ بنسبة لدات ديالنا مئة ألف مليار خليع كل واحد عرف فايكاين كل واحد عرف شو خاصة شو شو الممات هيا ولا السيبستانس اللي خصو الخرج سبحان الله وعندو ويصال بينو بالقلب في كل بلحظة نحن نضير حلقة على الألف نيمون بوتين حماق حماق لا تختل الخلية ولا تختل الطوم سبحان الله وما يعزب عن ربك من مدخال الضرات في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين الحاج الحلقة كانت معك شيقة الله يبكر ما كان سخاوش بهذا الشيء سبحان الله العظيم ما كيبقى الإنسان يقول الله يهدينا والله يرحمنا والله يتبتنا لأن الحياة فينا المورا وهم لا هذا الواحد يعرف السيدة في الدنيا نحن لدينا لدينا هدف كل واحد عنده هدف نحن نعطي انهار المادة نعطي انهار كيف نسكن كيف نشرب ولادي سوف ندل لهم أن الله سعلم كل في كل شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي يمشي كل شيء وتوكل على الحي الذي لا يموت إذا تتعمق هذا مهم مهم لأن تشوف الدليل لا تجدني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا قبلت عيني عدنا آمن لا رأي خلالي خلالي تقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي يأخون وتقول لك القرآن في كل حاجة وما فرطنا في كتاب من شيء وغادي نفهموه على حسب العصور على حسب لا تجدني النبي أنا صافي جاني النبي تقول لك كل شيء قبلتك كل حاجة حطا عطتك هالماضي شنو كان فيه هدفتك على الأقوام قوم نوح قوم نوط قوم نوط قوم صالح ونت غادي وتقول لك اليوم هكيف تتعامل مع الناس وتتعامل مع المعاملات وخصتك تذكر الله في كل لحظات وحيد وعند تعرف أن الله معك وهذا يتسنك تعالش يتسننا والله تعالى ما تظهر نحن عندنا الماضي وعندنا الحاضر وعندنا المستقبل الله تعالى ما عندنا ماضي لم نستقبل لا حاضر واللي جميل في الأمر أستاذ هو ما كانشي واحد اللي جاء يسي مانيفيستي اللي جاء عندنا وقال لينا وتصل بينه وقال ليك أنا راه والله دبا مني كان لقاوا دبا شي آلهات كي تعبدو مثلا اللي يعبد بقراء ولا اللي يعبد الشمس معمر ذيك البقارة جات عندك قتلك أنا راه أنا اللي خلقت لك هون معمر الشمس جات عندنا رسالة لتنينة شي راسول أو اكتبعت شي حاجة ولكن اللي كان عرف أنا الوحيد اللي تصل بنا فرعون إنسان أنا ربكم الأعلى والي قال الشيطان الله تعالى ترضو من رحمة وإن عليك لعنتي وإن عليك اللعنة إليه من الدين ترضو ومعمر الجراء يعني الوحيد اللي تصل بالإنساني الوحيد اللي تصل بإنساني وقال لهم أنا رانيكين وحيد واحد أحد أحد هو الوحيد وعطانا الدليل بفعلا صفت رسول والكتب صفت كتب ولكن تتحرفه فقم متى تتحرف تسافت الله رسول جديد لكي عود يعود حرف الإنجيل حرف حرف التوراة حرف الإنجيل أنت غادي ولكن هذا القرآن صفده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كيف لغيره وعناش الله تعالى جعلنا سنحفظوه وإنك تتدرك إلى شيء وإنك تقرأ آية مخلوبة وإنك تتدرك الله تعالى لكي تبقى الحفاظ على القرآن الله تعالى لا إله إلا إله إلا يقول لا إله إلا إله إلا إله إلا إله إلا إلا وصلت إلى هذه ركنك حتي قدرت لكي تدرك كبير دلنا دعاء الحاج دلنا دعاء أن تبركوا بك الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب هم اللي يحملوا اللواء لإسلام ومع الأسف تنعيشوا في هذا الوقت لتنعلمه وتقررهم وأن الإنسان كله صدفاء وأنه يغيد دغوين وأنه يعني كله خزع بلس من نسبة الإسلام الله خالق كل شيء ومع الأسف يمشي ويقرأ 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 لكي أنا قريت بأن الإنسان جاي من القرد وحاش لله قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدى الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل الله يهديه الشباب دينا ويداتنا وهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه اللهم أريهم الحق حقا ورزقهم اتباعه وأريهم باطلة باطلا ورزقهم اجتنابه اللهم أدينا في من هدايت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وباركنا في ما أعطيت وخينا الصرف عندنا شرع ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا أعز من عاديت تبارك تربنا وتعاليت اللهم اقتلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهوين به عن المساء الدنيا ومنحمتك وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقواتنا ما أحيثنا وجعل وارثة منا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين المسلمات أحيان وأموه اللهم اصر إخواننا في غزة اللهم اجعل بلدنا هذا بلد آمن ومطمئن رخاء الصخاء الله ينصر محمد السلس الله يخليهم كب بالهد الأمة الله يختمعين أجمعين بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار اللهم اصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلا آله وصحبه وسلم السليما سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم الحمد لله وب العالمين أسيد الله يزيك بالهد ربك 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 رب